أوجد معادلة بين الدولة وبين الفرد حقوق وواجبات متبادلة فالفرد له وعليه كما أن الدولة لها وعليها فالطاعة واحترام القانون واحترام النظم الموجود عندي يقابله من الدولة كذلك ماذا؟ توفير الأمن والأمان لي كفرد تمتعي بحقوقي كاملة خاصة العدالة الاجتماعية المالية توفير العمل توفير العمل مسألة مهمة جدا توفير العمل الدولة توفر العمل لا يوجد في دولة الإسلام بطالة أبداً لا يوجد أتحدى لما حينما يطبق الإسلام تطبيقاً عملياً صحيحاً فلا بطالة بطالة وافدة ولا يقرها شعب ولا دولة ولا جهة ولا فكر ولا فلسفة كلمة العاطلون عن العمل كلمة دخيلة جداً نشاز غير صحيحة والله كلمة عاطلون عن العمل أنا أقول هي ضرورة حياة لا أبداً نشاز غلط في شيء غلط في الحياة موجود غلط هناك سرقات هناك شذوذ هناك ظلم في الحياة هناك حيال عن الحق هناك طبقية طبقية هناك سادة وهناك عبيد هناك ناس متمتعة بخيالات وهناك ناس مسحوق بأحذية نتيجتها العاطلون عن العمل هذا الكلام أنا أقول ليس بحاجة إلى نص شرعي هذا بحاجة إلى نص فطري حياتي نص عدل وإنصاف لهذا الجهات الأفكار المغلوطة عند بعض الناس يعني إحنا الآن عندنا طواف من المسلمين يريدوا يبدلوا الإسلام بغيره يقول لك العقل لن نقل في ناس تسمي لهم فسهم عقلانيين يعني إحنا مجانين وهم الذين توصلوا إلى العقل وقالوا غير الدين وفقا للعقل أي عقل يا حبيبي فهو دليل نفسك أنت ما تعلم في حياتي أنت ما تعلم أي عقل الحكم على العقل نسبي ليس مطلق عقلك أم عقلي أم عقله أم عقلها أم عقولهم العقل المخطط أم العقل المنفذ من ماذا تريد بكلمة عقلانيين هذا منتهى الجهالة هذا منتهى النشاز منتهى التخلف إيش لعقلانيين هاي أتي الآن يقول لك الإسلام لا لا الإسلام نحن سنشرح لكم الإسلام أولا ليس في الإسلام بطالة ليس في الإسلام تسول كما طبيعي ليس في الإسلام سرقة اليد التي تمتد إلى مال غيرها في الإسلام تقطع تريد شيء أكبر من هذا يعني يعني تريد نزاهة يقوم عليها المجتمع أكبر من هذه إن المؤسسة الإدارية تقوم على قلوب متصلة بالله تعلم أن اليد إذا امتدت قطعت هل ستسرق الملايين كما هو حادث في بلاد المسلمين اليوم حامية حراميها موظف ويسرق موظف ويعتدي مؤتما ويخون لا ترجمة نانسي قنقر